المسيح الله ظهر في الجسد فصار اسمه الله معنى ودي كانت نبوة في أشعياء سبعة فاسمه الله معنى اسمه ياسوع يه يخلص اسمه القدوس لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فدي أسماءه الإلهية أيضا صفاته الإلهية تتذكر في متى 18-20 هذا الوعد المستمر إلى أن يأتي المسيح وحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة إلى اسم فهناك أكون في وسطه من ذا الذي يكون في وسط أي جماعة تجتمع باسمه في أي مكان في العالم في أي وقت إلا شخص غير محدود فهو كلية تواجد في كل مكان دي صفات الله غير المحدود هو أيضا كلية العلم علم مكانه وفكر فيه الكتب والفرسيين واليهود اللي وقفين لما قال للمفلوك مغفورة لك خطيات فعلم يسوع أفكارهم كلية العلم كلية تواجد أيضا أزلا أبدا ماضي حاضره مصابل عبرانين 13 يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد فأسماء الإلهية صفاته الإلهية أعماله الإلهية واكتفي بثلاث حاجات ونبتدي بها أو ننتهي بالخلق فهو يغفر الخطايا وليس أحد يغفر الخطايا إلا الله إلا الله لأن الذنب ارتوكب ضد الله ومن له الحق أن يقول أغفر لك هو من ارتوكب الذنب في حقيه فالله المسيح عبر عن هذا بقوله مغفورة لك خطيات في متة تسعة لكن أيضا أقام من الأموات وهو يحي يحي من يشاب حسب تعريف المسيح بلسانه في يحنى 5 لكن أيضا المسيح خلق وعندما نتكلم عن كون المسيح خلق فنحن نتكلم عن أن المسيح هو الله لأن الله لم يعطي تفويضا لإنسان أيا كان كي يقوم بأعمال الخلق لأن الخلق من أعمال الله السيادية اللازمة لوجود الله فالمسيح خلق فعبر عن خلقه أنه هو الله الظاهر في الجسد شكرا